بشولة على أبرز المواعيد وضمن الأمسيات الموسيئية اللي بقدمها مركز الصفد الثقافي بطرابلس تحية إلى كارم محمود بأمسية بيحية المايسترو خالد نجار المطرب طارق عبد الفتاح وسليم نابلسي بكرة ساعة ستة المساء يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي يرموش الحيلي ويعنابي يا عنابي يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي يرموش الحيلي ويعني بسجني بالمارد اللي بتتويني يرموش الحيلي ويعني بسجني بالمارد اللي بتتويني اليوم الساعة 9 صباحا نحفل بمناسبة تعيد الاستقلال تحيي فرقة موسيقى الجيش اللبناني وبمشاركة تلميذ مدرسة سيدة جبل كرمل للراهبات الكرمليات للإديسة ترازة بالفنار زكرة الأولى على رحيل الكاتب والمخرج المسرحي جلال خوري تدعي عائلته ومسرح المدينة إلى أمسي مع أصدقائه احتفالا بمسيرته وبأعماله الموعد رح يكون اليوم ساعة 7 المساء على خشبة مسرح المدينة وين كنت يا أحبابي هل أفضل خدخ الباب؟ هيدا أنت مخور؟ طبعا هيدا أنا ليش مستغربي؟ مستغربي لأنك بقيت وين الفتيحة؟ كنا عم نشوف مشهد من فخامة الرئيس وبباقي أخبارنا لكل محبي الموسيقى موعد مع الموسيقى جهاد عقل بالكوداتا بـ 29 شهر الساعة 9.30 موسيقى نرجع إلى طرابلس وإلى مركز الصفد السقافي يلوى بإطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة لقاء ثقافة تحت عنوان حكاية نور قضية مجتمع وبيضم اللقاء عرض لفيلم نور للمخرج خليل زعرور العرض ده رح يكون اليوم ساعة أربعة موسيقى 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 بكرة الساعة 12 الظهر مؤتمر صحافة للجنة أهالي المخطفين والمفؤودين بلبنان بعد إقرار مجلس النواب أنون الأشخاص المفقودين والمخفيين قصرا واحتفاءا بتكريس حق ذويهم بالمعرفة بخيمة الأهالي بحديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الأسكبار موسيقى وديابك بقيت بالبيت تسألني عنك اليوم وين بهالأرض اختفيت لا ضليت ولا فليت موسيقى 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 إلى المفؤودين وبالأخبار فرقة أدونيس الشبابية اللبنانية تعطينا محطة يوم الجمعة بسبعة كنون الأول الساعة 8 المساء بـ The Palace ببيروت موسيقى 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 وموعد مع شانطال بيتار يوم الجمعة 7 كنون الأول الساعة 10 المساء حبيبي السعيد السعيد والجمال سلطان سلطان بخبر أخير وضمن الأمسيات الصوفية موعد مع الشيخ أحمد حويلي والمسيئة زياد صحاب بأمسي تحت عنوان ريتاني الله ب30 الشهر الساعة 8 ونص بالأسجي هيك منكون ختمنا جولتنا على أبرز وأقرب المواعيد رح نرجع لعندك جوال لنشوف حركة السير المشاكل جوزيف غاوي من غرفة العملية المشتركة بهيئة إدارة السير رح يعطينا فكرة عن وضع الترقات بهيدا الوقت مرحبا صباح خير كيفك جوزيف؟ ماشي نحا فضل نبلش من المدخل الجنوبي عم تكون حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولة كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه كونيش المزرعة كمان من المكمل على الجسر باتجاه نفق سليم السلام وصولا للوسط عم تكون حركة سير كثيفة نعم عمنا المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة نكمل كمان من الصياد باتجاه الصدر ايفي من الحوض حتى الكارانتينة حركة سير عم تكون كتير منيحة ناشطة اما نكمل على جسر العدلية باتجاه الاشرفية عم تكون حركة سير كثيفة عمنا حركة سير كمان اليوم كثيفة على مستديرة العدلية ناشطة باتجاه المتحف نكمل من المتحف باتجاه البربير كونيش المزرعة عم تكون عمنا حركة سير كثيفة عمنا كمان حركة سير كثيفة من اسقص باتجاه بشارة الخورة اه ضمن بيروت الاشرفية حركة سار ناشطة من تقطع برج الغزال باتجاه برج المر بتصير كثيفة من تقطع برج المر باتجاه شارع الحمرة ناشطة باتجاه خط البحر الخط البحر اليوم حركة سار طبيعية في نقول عن الماء بالاتجاهين من علم ريسة باتجاه الروشة ما دخل الشمالة حركة سار اليوم بلشة تقريبا من دبي بس احسن من غير اياه متل من بيار مزبوط باتجاه قمت الياز كمان اللي مكمل من أونتلياس بالتجاه جل الديب عم تكون حركة سير كثيفة وبعد ما أشغل بجل الديب حركة سير ناشطة بالتجاه نهر الموت مكمل كمان من نهر الموت بالتجاه الدورة حركة سير ناشطة بلش عنا ضغط السير من اخر جسر الدورة بالتجاه الكارنتينا من الكارنتينا عم ترجع تصير حركة سير ناشطة بالتجاه شهر الحلو من شهر الحلو عم نرجع تقريبا اخر جسر شهر الحلو هنضل يشتر حركة السير كثيفة بالتجاه الصيفة وصولاً للوسط التجاري أوكي خلصنا؟ نقول الحوادث 100% مبعد وقت الحوادث يستجاب 24 ساعة الماضية 9 حوادث للأسف نتج عنهم 3 أطلة و11 جريح نعم وبعتقد في تقرير صدر مؤخراً عطانا هيك مثل خط أحمر عن حوادث السير عدد الأطلة والجرحة هو الأعلى من سنوات طويلة للأسف محضر السرعة الزادة 896 محضر سرعة بالـ 24 ساعة الماضية أكيد التواصل معنا 17-20 أو عبر سوشيل ميديا شكراً لألك الله معك بكرة اقتصاد جديد هلأ فاصل ونرجع لأخبار سباح